موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا اللقاء بكل متعلمات الصف التاسع درسنا لليوم هو التمرير من أعلى للخلف باليدين والآن مع أجزاء الدرس الإحماء والأعداد البدني العام يتضمن الإحماء العام ثمارين تساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة مرونة الجسم أن ضريق شد العضلات من وضع الوقوف الوث بضم وفتح الرجلين عمل قرفصاء داخل الدائرة وثبات متتالية بقدم واحدة الوث بقدم واحدة على شكل دائرة الوث بالقدمين معا يمينا وشمالا الجري السريع للوصول إلى نقطة النهاية الأعداد البدني الخاص يتضمن الأعداد البدني الخاص تمارين تساعد على تنمية وتطوير بعض الخصائص الجسدية الخاصة واللازمة لنوع اللعبة تمرينات لتقوية عضلات الذراعين من وضع الوقوف فتحا مد الذراعين أماما عاليا جانبا ولأسفل يكرر التمرين في ثمان عدات من وضع الوقوف دوران الكتفين للخلف أربع عدات وللأمام أربع عدات الوقوف فتحا الذراعان جانبا دوران الكتفين للخلف أربع عدات وللأمام ست عدات ميل الجضع للأمام ولمس اليد اليسرى للقدم اليمنى ثم للوسط ثم جهة الشمال ثم لأعلى يكرر التمرين ثمان عدات من وضع الوقوف الجري الصعود على الصندوق أخذ خطوة بالقدم اليمنى مع رفع الرجل اليسرى زاوية قائمة مع تبادل حركة الذراعين في أربع عدات النزول ومسك كرة طبية رفع الكرة الطبية عاليا بالذراعين وللأمام واليمين والشمال في ثمان عدات الجري المتعرج بين الأقماع ثم الجري بخط مستقيم للوصول إلى نقطة البداية سنتعلم مهارة التمرير من أعلى للخلف باليدين الخطوات التعليمية عرض النموذج وشرح الحركة مع توضيح الغرض منها الوقوف في وضع الاستعداد وضع الذراعين المرفقان للخارج الأصابع مفتوحة ومنتشرة على الكرة وضع القدمين القدمين باتساع الكتفين أداء الحركة بدون استخدام الكرة والتعود على وضع الاستعداد وميكانيكية حركة التمرير من أعلى للخلف باليدين يجب مراعاة وضع الوقوف تقوس الظهر حركة القدمين فرد الذراعين اتجاه الكرة أداء الحركة باستخدام الكرة من الثبات مع مسك الكرة من ارتفاع أعلى من الرأس ثم رميها باليدين خلفا فوق الرأس رمي الكرة عاليا من المتعلمة نفسها ثم تمريرها بطريقة صحيحة من أعلى للخلف ترمي المتعلمة الكرة باتجاهات مختلفة ثم عمل التمرير من أعلى للخلف بعد التحرك بخطوات أمامية خلفية جانبية حسب اتجاه الكرة الجزء التطبيقي تقف اللاعبة على بعد مترين من الحائط والظهر مواجه للحائط أداء التمرير للخلف على أن تصل الكرة إلى علامة معينة على الحائط يكرر التمرين السابق عدة مرات تمرير بين الزميلتين حيث تقوم الزميلة برمي الكرة لللاعبة وتقوم اللاعبة بتمريرها للخلف عبر الشبكة يكرر التمرين السابق عدة مرات تقوم اللاعبة ألف بتمرير الكرة لللاعب باء وتمررها اللاعب باء تمريرها خلفية من فوق الرأس للمتعلم جيو يكرر التمرين السابق عدة مرات الجزء الختامي يتضمن الجزء الختامي تمارين الإطالة والتي تساعد على تمدد العضلات وبقائها مرينة وكذلك التقليل من احتمال التعرض للإصابات من خلال التمرين أو الأنشطة الأخرى وتخفف من تعب العضلات من وضع الوقوف فتحا ميل الجذع جهة اليمين والذراع عاليا فوق الرأس في أربع عدات ويكرر هذا التمرين في الجهة الأخرى وأيضا الثبات في أربع عدات من وضع الجلوس الطويل ميل الجذع للأمام مع لمس اليد للرجل لأبعد نقطة ممكنة يكرر التمرين في ثمان عدات من وضع الجثو ميل الجذع للأمام والثبات في أربع عدات ثم رفع الزراعان خلفا والثبات في أربع عدات يكرر التمرين في ثمان عدات شكرا لكنا على حسن استماعكم نراكم في الحصة الآدمة على الودو المحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر